طبعاً نحن نتكلم على جيل كامل من لعبة النادي الأهلي يعني ما عنديش أحصاء دقيق لكن خليني أقول إنه 90% من قوام الفرق اللي بتلعب في النسخة العشرة ما خدش البطولة أو مش 90% خلين أو 70% باستثناء طبعاً الجيل حق السنة اللي فاتت البطولة لكن أغلب اللعيبة ما شاركتش قبل كده في تحقيق البطولة وخصوصاً طبعاً الصفقات الجديدة سواء بدرة أو باكم هذا وافع كتير بالنسبة لكل العيبة دي طبعاً كله عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الأهلي إنه هو واخد بطولة أفريقيا أكيد وخصوصاً إنه الطريق وأنت داخل بتلعب مع حمل لقب بيعتبئ إلى حد كبير جداً عندك فرصة كبيرة يعني دايماً حمل لقب والأهلي الحقيقة دايماً بيكون مرشح أول حتى ولم يكون حملاً للقب لكن السنة دي أنت بتخش كأهلي نادي القرن الإفريقي وبتخش كمان كحمل لقب النسخة الأخيرة وبالتالي دا في حد ذاته بيكون دافع كبير جداً وده يمكن واحدة من رسائل اللي أكد عليها كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي وقال إنه الفريق الحقيقة بيسعى لتحقيق ضربة بداية قوية جداً في بداية المشوار في النسخة الجديدة من دوري الأبطال أفريقيا بعد بكرة إن شاء الله ما يقابل سوني داب في دور الـ 32 خدوا بالحضراتكم إنه المواجهة دي مش بس ليها علاقة بفكرة التأهل للأدوار اللي جاي أو تخطي عقبة سوني داب بطل النايجر لأنه أنا بعتقد طبعاً قياساً بمشوار الأهلي نجح في البطولة الأخيرة أعتقد دي يمكن ما تكونش عقبة كبيرة وإن كان طبعاً مباراة تحتمل إنها تكون مفتوحة على كل السيناريوهات لكن لابد من التعامل معها بجدية لكن الأهم إنك أنت تبعث رسالة العرض اللي هقدمه النادي الأهلي والنتيجة اللي يقدر من خلالها النادي الأهلي إنه يتأهل زهاباً وإياباً أعتقد دي هتكون رسالة لكل المنافسين وكل ما لديه طموح في منافسة النادي الأهلي على لقب البطولة السنادي وده الكلام اللي أكد عليه كابتن سيد عبد الحفيز وقال إنه كل لعيبة النادي الأهلي عندها رغبة شديدة جداً فإنها تبتدي مشوار البطولة بداية قوية جداً وتسعى إن شاء الله من خلال الموسم ده إنها تحقق النجمة العشرة